وحشتوني النهاردة هعمل معاكم كيك خفيف قوي قوي تقداري تقولي عليها اوشان كيك لانها خفيفة جدا جدا حبيت اوري اول لقطة فيها وهي بتتقطع عشان تحس هي قد ايه خفيفة عايز اقولك انك هتفضلي ماسكة شوكة مش هتسيبيها الا وتخلي الطبق يمتي مش هتسكوتي الا ما تفضي الطبق واحدة تلو الأخرى زم بيقولو كده في اللغة العربية عايز اقولي يلا جاهزي معايا بقى شوية دي صغيرين سريعا كده ومع لقتين كاكاوو تعالي شوف الكيك بتاعنا عامل ازاي هستخدمه الدقيق وهنزل عليه بالسكر والكاكاوو بتاعي مش هنضيف اي شوكولاتة على فكرة هسيب المقادير جوا صندوق الوصف نزلتي بزرة من الملح هنزل بالفناليا وهستخدم البيكنج بودر بتاعنا اللي احنا دايما بنستخدمه في كل الحلويات هقلب كل الخليط كله مع بعض وهنخلو جاستن كيس بحيس اننا انا مش هستخدم لا لا اقولوا معايا لا خلاط ولا مضرب ولا اي حاجة هستخدم ايدي يعني عشان الناس اللي هي في بعض الناس بعض الناس بيقولولي يعني خلي حاجات يدوية اعملها بايدي واوقات باستخدم البدو جاز مش باستخدم الاوفن وده عشان بردو ابسط الشيء تقدروا تقولوا ان انا بخلي الشيء يعني اسمها سهل الممتنع ايا نخلتي كل الميكونات مع بعض وكده كأنها تلغبتت كلها عاملة مكسب الشكل ده مش محتاجة اعمل حاجة تانية تأكدت ان كله كده جاهز عشان مش هي تاهمني هنزل عليهم ببتين حجم كبير ومش هنستخدم السمن ولا الزبط هنستخدم الزيت شايفين وهستخدم ميا تتسد مفيش فيها اي حليب لا حليب ولا سمن ولا زبدة زيت والبتين بطان او الاثنين بيت والميا وهقلب الخليط ده مع بعض وهسيب المكونات اللي نستخدمتها بالزبط جوه اللي صندوق الوصف وهقلب الخليط ده مش هاخد مني حوالي دقيقة ونصف اتأكد بس ان انا دوبت السكر مع الخليط بتاعي حقيقي مفيش اسهل من كده الكيك كان طالق خفيف وهاش جدا جدا ووريتكو القوم بتاعه على قد ما تقدري خلي ايديك يتاهمت الشكل الدقيري بحيس ان كنتي يعني اي اتي اسمائي تبقى هاشة وخفيفة طبعا اتأكدت جاستن كيس ان السكر حلو وطلة جميل هادهن القلب او الصينية واي حاجة هستخدمها زيت او زبدة جوستن كيس وهبتدي اروح جايب الخليط بتاعي لانا اشتغلت علي زي ما ان شافين ده كامل لانا عايزة بالزبط يعني قربت جدا عشان تبقوا شايفينه بصوا هو هيوزع نفسه بمجرد ان انا انزله كل اللي عمله ان انا هنزل كل الخليط في الصينية بتاعتي وهمسكوا كده اضربوا دربتين على بس يعني اهز كده البتاع واضربها اتأكد اني مفيش فيها فقاقيعة بس مش اكتر من كده الفرن هابقى مسخنة ومدخلها الفرن على درجة حرارة 180 بصوا شكلها عامل ازاي حقيقي تبارك الله حين هستخدم الكريم شونتي اختيار اللي مش عايز كريم شونتي دي كريم شونتي ممكن يستخدم الهابي كريم ممكن تستخدمي اللي هو البودر بتاع الكاسترد بس انا جبت اللي هو اسهل حاجة اللي يكو في نفس الوقت هتعمل طعم كويس وانزلت علي بالحليب سائع وهقلب او هشغل عليه المضرب اللي هو الكهرباء لاني مش هقدر اضربه على ايدي الصراحة ما عنديش البور ان انا اقدر اخليه يبقى ايه مقولوا معايا يعني تقيل اداية تجيبوا يعني محتاج فعلا مضرب كهرباء او ممكن تستخدمي خلاط انا عملتوا في الخلاط قبل كده كريم شونتي حطيتم مع الحليب وشغلت عني الخلاط يشتغل وعمل نفس القوام بس جرابي شوية صغيرين يعني اما تلاقيه صح كميلي عشان ما تدعيش علي بس انا جرفته لذلك قلتلكو عايز اقول المقادير بتاعة الكريم شونتي بقوكة باللقم المعيار شعب في الباكسو وتستخدمي عليه حليب ادوان فانا مش عارفة انتو هتستخدموا احجام ايه عشان اقول لكم بس في الغالب انا عن نفسي استخدمت نفس المقادير اللي كان مكتوب عليها بس زودتي معلقة زيادة عشان كنت عايزاي يبقى خفيف شوية عشان يبقى كأنه عارفين انه هي الامواج اللي بتبقى جوه توريها لكنتو عارفين دايما احب اوريكو انا الحاجات اللي بتحصلي وانزلت عليها هنا بالكريمة وههزها كده بس هتوزع ايه نفسها عشان انا اقولتلكو زودتي معلقة زيادة في الحليب بالشكل ده بحيس ان انا لما قطعها تبقى عاملة ازاي يعني نزلة من موجة عليك تديني احق كده ان انا يعني فيه تمويج فيه موج بصوا بقى خطيرة تبارك الله وبعد كده بتدخليها التلاجة تتماسك شوية لاني طبعا طول ما انت مشغلة المضرب عليها المضرب نفسه بيبقى سخن بيخلي اي كريمة بتستخدميها بتعمليها بتبقى ملت شوية وبشرت عليها من فوق ام شوكولاتة والطريقة دي ايه اختياري عايزة تعملي كده اوكي عايزة تحطي بقى لك صوس شوكولاتة من فوق تحطي الكاكاو وتعملي خطوط اللي يعجبك لقيت الشكل ده اسهل لكم وهو اسرع كمان بصوا السكينة مشت زي عاملة فيها ايه حقيقي حكاية كنت بقى طعي السكينة عشان احافظ على شكلها بصوا ادقيت حس ان هي خفيفة كما لو انها مش عارفة اسفنجي لا اسفنج هي اخافي من الاسفنج حقيقي بصوا بتتقطع معي بكل سولة كنت بتعامل معها برفك لانها كانت طرية جدا وخفيفة وهاشا انا كنت مبسوطة منها لانا ما خدتش مني وقت خالص بس يعني سبحان الله هي وقعت مني وكسرت بشكل اللي انتو شفتوه وبرضو قلت لازم اكملها يعني خسارة بعد ما عملتها ما كملهاش ليكو وقلت انكم تشوفوها تعجبكو اوي اه حسيب المعدير جوا صندوق الوصف بقل لكم تابوني على قناتي دي وقناة تانية الكيك خفيف ولزيز وسريع ما بيخدش وقت خالص وكمان عائلي زي ما انتم شايفين بيوزع كتير جدا وهنا نسكت قليلا علشان نبقى انجوي واحدة تلو والاخرى صحيح انا كنت يعني هاي صاوي اوي والله الغطبان التعبان الزهقان الزهقان يعمل كيك حتنسي نفسك انجوي يا جماعة